هوة الفؤوس والمناشير على كل ما هو أخضر من ضمنها الأشجار المعمرة في بغداد المدينة ذات الأشجار الكثيفة من أجل توسعة شوارع العاصمة كما تقول الجهات المعنية الأهم من كل هذا أن بعض مدراء بلديات العاصمة يؤكدون أن هناك أشجار ضارة ويجب قلعها لا حقيقة نحن في قاطعنا ما عدنا قاطعجة ما شدت لأن الجزرات الوسطية المزرعات كانت في متصف الجزرة وعندنا صار به تحتمال تغيير الأشجار في أشجار معمرة ونوعية أفضل مثل الأشجار الكينو تم استبدالها بأشجار دون نوعية جيدة الدونية المصرية والأكاسية طبعا كينو يعني اللي بصابة التطوير قطعنا لأن هذه أشجار غير نافعة لأن هذه أشجار نسميها شجرة ما بحياة إذا تلاحظينها ما بحياة الكينو عكس باقي الأشجار فتم تعويضها بأشجار الأكاسي المصرية والديدونية ونخيل كناري عدنا مشروعين خاصة بوزارة ريسكان ونعمار بقاطع المنصور مشروع تقاطع النسور اللي تشتغل الشركة الصينية ومشروع تقاطع البيئيجية اللي هو يمر من أمام دارتنا بتقاطع البيئيجية ما كان عدنا أشجار بتقاطع النسور عدنا كانت أكو جزرة وسطية بها نخيل تقريبا 12 فسيلة نخيل تم نقلها إلى باقي حدا قاطع المنصور فيما رد خبراء البيئة على تصريحات مدراء البلديات بالآتي بالنسبة للأشجار الكينو كاربس المعروفة هي لا تصلح للزراعة داخل المدن لأنها جذورها تتعارض مع البنى التحتية وامدادات الماء أو الكهرباء أو الاتصالات ولكن هي شجرة ممتازة دعمة الخضرة ممكن أن تزرع بالأحزم الخضراء وخارج المدن للتصدي للزحف الكثبان الرملية أو للتخلص من العواصف الرملية والغبارة بالنسبة للأشجار المعمرة بعض الأشجار المعمرة تتعرض للإصابة بحشرة الأرضة وبغيرها من المشاكل لذلك يجب أن يكون هناك تقييم ولا يقوم البلديات أو الدواء المختصة بإزالة الأجار دون دراسة معينة نخيل التمر أو نخيل التقليد هذا المعروف العراقي داخل المدنة وبالجزرات الوسطية حقيقة هو لا يصلح لهذا المكان وفي وقت سابق تحدثت وزارة البيئة عن توصيات سبقة الشروع بتنفيذ المشاريع الخدمية التي تشهدها العاصمة مؤخرا ومنها نقل الأشجار وليس قطعها لكن ما يحدث على أرض الواقع قد أبرز تناقض الجهات الحكومية فهي تقطع الأشجار ببغداد وتتحدث عن مشاريع لزراعة الملايين خارج حدود العاصمة وفي تصريحات سابقة لدائرة حماية وتحسين البيئة أكدت بأن قطع الأشجار في كافة مناطق العاصمة بغداد مخالفة بيئية وهذه المخالفة لا تزال مستمرة إلى الآن إسراء خالد آي نيوز بغداد